السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اصدقائي ومتابعين في القناة The Feature Coin فيديو جديد على قناتنا القناة المؤتمر باخر اخبار العملات الرقمية طيب اصدقائي بهذا الفيديو ستتكلم عن تقرير الفائدة او بتقرير ارتفاع الفائدة من البنك الفدرالي الامريكي ستتكلم عن حرق عملة تيرا لونو ستتكلم عن عملة استثمارية ممتازة جدا هدفها اكثر من واحد اكس طيب اصدقائي من برش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك واتمنى تشترك في القناة واتمنى تفعل زر الدراس لحتى توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة واتدعوك لتنضم لك اتناع تليقرام واتترك لك الرابط اسفل الفيديو طيب اصدقائي بدعوكم تنضموا على نصة بدكت في مصابقة على منصة بدكت تتداول على منصة وبتحصل على جوائز في نهاية المصابقة كل عليك تدخل عن طريق الرابط موجود اسفل فيديو تقوم بانشاء حساب على المنصة وتبدأ بالتداول بمبلغ لا يقل عن الميت usd خليكم معنا اصدقائي الى بعد الاندرو طبعا اصدقائي عندي ارتفاع بتكون بنسبة ستة ونص بالمية بعد قرار البنك الفيدرال الامريكي بارتفاع نسبة الفائدة بنسبة خمسة وسبعين او صفر بين خمسة وسبعين بالمية طبعا اصدقائي هذا القرار كان متوقع حسب المحللين حسب جميع خبراء الأسواق الاقتصادي توقع ارتفاع نسبة الفائدة بنسبة صفر بين خمسة وسبعين بالمية بعد الارتفاع اللي صار بالفائدة تلقائيا اشتنا ارتفاع البتكوين الى مقدار ثلاثة وعشرين ألب دولار او ثلاثة وعشرين ألب دولار وتسعمية حاليا سعر البتكوين اصدقائي بثنين وعشرين ألف وستمية وخمسة طبعا اصدقائي عندي ارتفاع اسهم قبل وتسلا ونيتفليكس كمان عندي بنسبة 6% وعندي الاس بي فايف هندرنت طبعا ارتفاع كمان بنسبة 2.6% وعندي ارتفاع بورسة نازدق بنسبة 4.2% هاي الارتفاعات كلا اجت بعد قرار الفائدة طبعا لو تم ارتفاع نسبة الفائدة بنسبة 1% او نقطة كاملة نقطة اساس كاملة طبعا كنا شفنا منخفاض كبير بسوق العملات المشفرة طبعا زقائي لحد الان ما منقول انه هذا الارتفاع اكيد لانه نسمى مصر لقفال اليومي لما بصير لقفال اليومي نتأكد من عملية الصعود منكمل ومتنجهين باذن الله الى مناطق الـ 25 الى 26 ألف دولار طبعا عندي انخفاض مؤشر الدولار طبعا زقائي ارتباط العملات المشفرة هي مرتبطة بشكل وثيق بالاسهم وهي عكس الدولار اذا صار انخفاض بالدولار بارتفاع العملات المشفرة واذا صار ارتفاع بالدولار بصير انخفاض كبير للعملات المشفرة طبعا شفنا اليوم الدولار ضرب القمة التاريخية لليورو تعادل سعر اليورو مع الدولار شفنا انخفاض كبير بالبيتكوين وسوق العملات المشفرة اما بالنسبة لعملة تيرا لونا اصدقائي كان نعاون راقب عملة تيرى لونا ما في عندي اي عملية حرق لا عملة تيرا لونا او تيرا 2.0 او تيرا لونا غير سك طبعا ما في عندي اي عملية حرق طبعا مع ان نطلع قرار اليوم من احد متورين عملة تيرا لونا بيوضح او او بيشرح تفعيل تفعيل ميزة الحرق بالنسبة 1.2% طبعا عادي نتظروا القرار النهائي حتى يتم بدء من حرق بعملة تيرا لونا كلاسيك طبعا زقائي أخي عابب نوضح نقطة معينة ممكن يصير عملية حرق وتنقص من عدد قطع العملة ممكن تصل عدد القطع إلى العشر مليار لكن هذا الشيء ما بيفيدنا نحن كمستثمرين بعملة تيرا لونا كلاسيك طبعا زقائي هذا الحرق الكبير اللي رح يصير رح يصير كمان من محافظ المستثمرين الخاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك مثل ما شفنا في بعض العملات لما بيعملوا زيادة لعدد القطع بيزيد عدد القطع بمحافظك طبعا عند الحرق من عملة تيرا لونا كلاسيك رح تنحرق كمان من القطع الموجودة بمحافظك طبعا إذا كنت تملك مثلا مليون قطعة بقيمة 1000 دولار رح يصير معك تقريبا 10 ألف قطعة بقيمة 1000 دولار يعني ما في عندي أي تغير للقيمتين قيمة 1000 دولار والقيمة رح تكون 1000 دولار بعد وقبل الحرق رح تكون القيمة وحدة لكن ممكن سبب هذا الشيء ارتفاع بسعر العملة بسبب زيادة قبال المستثمرين ارتفاع ممكن نشوف ارتفاع من 11 إلى 20% بعد الحرق من عملة تيرا لونا كلاسيك لكن هذا ما بيعني نشوف مثلا 10x ولا 100x بعملة تيرا لونا كلاسيك هذا مفهوم الخاطئ خلينا شرحكم نقطة أصدقائي حاليا عند القطع 6.900.000.000 قطع طبعا أحد الحيتان أو تقريبا غالبيت الحيتان بيملكوا مليارات القطع من عملة تيرا لونا كلاسيك إذا تم حرق تقريبا 6.5 ترليون من عملة تيرا لونا كلاسيك الحيتان بيملكوا مليارات القطع ومئات مليارات قضع شو ما صيرهم بعملة تيرا لونا كلاسيك طيب إذا تم الحرق 6.5 ترليون وباقي 400 مليار الحيتان بتملك مئات المليارات شرحة صرفية طبعا بنعرف أنه فيه هوت بيملك 2 ترليون قطع من عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا إذا تم الحرق وصار عدد القطع 10 مليار قطع أو 20 مليار قطع أو حتى 1 ترليون قطع الحيتان بيملك 2 ترليون قطع شو ما صير عدد القطع الخاصة فيه طبعا رح يتم تقليص عدد القطع ما رح يتم الحرق رح يتم تقليص عدد القطع حتى تتناسب مع سعر العملة، كنا ممكن يشوف السعر العملة ب 1 دولar لكن إذا كنت معك 1000 قطعة بقيمة 1000 دولار إذا كنت معك مليون قطعت بقيمة 1000 دولار حسنا معك 1000 قطعة بقيمة 1000 دولار طبعا سعر العملة رح يكون 1 دولار أما بالنسبة للعوملة الأستثماري مناسبة من وجهة نظري وهي 있는데 هذه العملة الزقائي عملة مناسبة جدا حاليا بموضع ايجابي جدا على جميع الفرمات طبعا زقائي شفنا ارتداد واضح للعملة بعد لمس الاربعة وثمينين سنت اربعة دولار وثمين سنت اللي هو عند الترند الصعيد حاليا نحن متجهين لترند الهابط عند الستة دولار اذا تدخل حاليا بالعملة ممكن تربح بنسبة بسيطة جدا تقريبا عشرين بالمية اذا لمس بترند الصعيد لكن هدفنا بعد كسر الترند الصعيد هي موجة صعيد من لمس الترند الى كسر الترند اللي هي عند منطقة الداعش الى 12 دولار طبعا زقائي نفس الموجة تصير بعد كسر الترند فنحن نتوقع ارتفاع الى 12 او الى الاربعة عشر دولار عند الموفيك ابرج 200 طبعا زقائي خلينا ننتظر كسر القمة والاقفال اعلى الترند الهابط حتى نتجه الى 12 ما بين الـ 12 دولار الى 15 دولار يعني اصدقائي ممكن هم من 2 اكس الى 3 اكس مربح من عملة الوفز اصدقائي ممكن وصلنا هذا الفيديو بتمنى الفيديو كلنا لعجبك لا تنسى تشترك بقناة فعل زر الجرس تضغط على اللايك حتى يوصل لك كل جديد في عالم عملة الرقمي مع سلامة دمتم بخير اشتركوا في القناة 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 شكرا